ومعنا من الرباط عبد الرزاق بوغنبو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مرحبا بك معنا أولا نسبة 200 بالمئة هي نسبة تجاوز الاكتظاث في السجون نسبة تعتبر جدا كبيرة ما سبب هذه الظاهرة؟ هل هو ارتفاع السجناء أم مركز السجون غير مؤهلة؟ شكرا سيدتي على الاستضافة أود أن أوضح أن هذه المعطيات الواردة في تقرير زملائنا في المرصد المغربي للسجون ليست جديدة فنحن في تقاريرنا السنوية كمنظمات حقوقية عندما نتتبع أوضاع السجون في المغرب دائما نشير إلى ارتفاع وتزايد نسبة الاكتظاث في السجون الإشكال ليس هو الارتفاع المشكل هو أنه احتل مجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2012 دخل على الخط وقام برصد المعطيات الواضحة في السجون المغربية وتوصل إلى نفس النتائج سنة 2012 الإشكال أنه الأجهزة المسؤولة على تدبير السجون في المغرب لم تغير الوضع ولم تحسن شروط السجن بل أكثر من ذلك لم تعمل على أنسانة السجون المطلب الأساسي لدى الحركة الحقوقية فيما يتعلق بارتفاع نسبة سجون في المغرب فيعود بالأساس إلى ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي في المغرب ثم الجانب الثاني أنه احتى فيما يتعلق بالسجون المحدثة في الأغلب لا تتوفر على شروط أساسية من أجل على الأقل إضافة عدد المستفيدين من العفو ثم تطبيق من يقضي تلتي العقوبة في شروط أفضل وتمتيعه من إعفائه مما تبقى له من السجن طيب أستاذ أبو غنبور يعني من المقصر الأول يعني من السبب الأول للفشل لماذا لا توجد هناك حلول ناجعة رغم كل محاولات السابقة لإصلاح السجون ولا الإشكال الأساسي أعتقد نحن تحدث هنا عن تقريره تحدث عن سنة 2018 تعرفون أنه سنة 2018 مرتبطة بمجموعة من 16-17 مرتبطة بمجموعة من الحركات التي عاشها المغرب الإشكال الأول الذي كان أن الدولة بدل أن تعالج هذه الاحتجاجات بمقاربة وبمفتح حوار مسؤول التجعت إلى المقاربة الأمنية المقاربة الأمنية أعطت المزيد من الاعتقالات وهؤلاء المعتقلين هم ساكنة جديدة للسجون والتي أزمت الوضع داخل المؤسسات السجنية ولدرجة أنه بدأ أنه 76 مؤسسة السجنية لم تعد كافية لضم السجناء الذين يتابعون الإشكال الأكبر الذي يجب أن ننتبه إليه ليس بناء السجون جديدة ولكن إعادة النظر في العقوبات ثم تطبيق ما يسمى بالعقوبات البديلة التي تنص عليها التعديلات المقترح من طرف المنظمات الحقوقية في القانون المنظم للسجون 98 و23 الجانب الثالث والأساسي وهو محاولة الحد من الجريمة بعقوباتنا الرضعية خارج السجن حتى نتمكن من الحد من ساكنة جديدة للسجون المغربية طيب ألا توجد مخاوف من تنامي ظاهرة العنف بسبب هذا الاكتظاد في السجون هو طبيعي ومن بين العوامل أو العكاسات السلبية داخل السجون هو الضيق هذه السجون نتيجة هذا الاكتظاد فمن غير المعقول مثلا سأعطيكم نموذج معين وهو السجن العرجات واحد ضواحي الرباط فعدد السجناء المفروض أن يتواجدوا به 1200 ساجين في حين الآن تتواجد بأكثر من الضعف وهو الذي يشير إلى الرقم أنه نسبة الاكتظاد فيه تصل إلى 205 في المئة لأنه من غير المنطقي لأنه لو عدنا إلى الظروف التي يتواجد فيها السجين على المستوى الدولي في القانون المنظم للسجون على المستوى الدولي أنه نزيد تقريبا 8 إلى 10 أمطار للسجين بينما السجين المغربي حاليا يتواجد ثمتر مربع فاصلة 89 بمعنى أنه لا يسمح له أن يتحرك لا يسمح له حتى أن يقوم بحركات إضافية وهذا إشكال وإشكال كبير هذا العنف هذا العنف تنامى داخل المؤسسات السجنية بفعل الاكتظاد وبفعل الممارسات السلبية المعمولة بها والتي لازلت إلى الآن داخل السجون المغربية غياب التطبيب عدم السماح بمتابعة الدراسة العنف الممارس خاصة تجهز فئة معينة من السجناء وهي السجناء المعتقلين السياسيين الذين مع الأسف لم يشير إليهم تقرير كم عددهم ثم ظروفهم خاصة أنهم يعيشون العزلة ويعيشون أصعب الظروف داخل هذه السجون كنوع من الانتقام منهم الدليل على ذلك أنه في أغلب هؤلاء المعتقلين السياسيين نجدهم يتوجدون في مؤسسات سجنية بعيدة عن مقر سكنهم وبالتالي يصبح العذاب مشتركا العذاب الذي يصل السجين ثم الأسر التي تضطر إلى التنقل من مناطق بعيدة لزيارة المسجونين داخل السجون هذه كلها مشاكل يجب أن تعالج في إطار مقاربة شاركية بين المؤسسات المسؤولة المسؤولة عن السجن ثم الحركة الحقوقية لأنه يجب أن نسجل أنه لجل إقليمية لمراقبة السجون التي تنص على القوانين هي متوقفة منذ مدة نعم وصلت الفكرة أشكرك رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرزاق بوغنبور كنت معنا مباشرة من الرباط شكرا